اهلا وسهلا بحراتكم مرة اخرى واصل حواري مع سيد الوقت دكتور سعد الجيوش الرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري الهاشتاج بتاعنا اسمه مشكلتي على الطريق جاي لي هاشتاجات كتير اوى حعرضها مشكلتي في الطريق حعرضها على سيد الوقت دكتور سعد الجيوشي بعد شوية نكمل بس بقيت الطرق احنا لغاية دلوقتي اخدنا طريقين اخدنا بس انا عايز برضو الطريقين دول ابنمشي منهم يعني ان انا لما اجي على طريق شوب ربانها الحر او انا اتكلم معلش في البلد عشان اهلينا تعرف اهلينا دول بقى هم النصحين اول اللي بتفع الفلوس واللي هم يعني وعيين اللي بيحصل كويس اه اه النهاردة لما اجي انامي طريق شوب ربانها الحر او النهاردة اجي اقول ان انا بعمل بطور طريق قاهرة اسكندرية الزراعي وده له تطوير ان انا هوسعه خمس حرات اخيالي بتاعة حرات الفلوس اللي حاليين دول يبقوا دول حر واعمل فاصل بينهم وبين الحارتين اللي هنضفهم حيص الحارتين اللي في ليمين يخدهموا بقى على القرى والكاينات سنديون بقى وقلموا وحضرتك ماشي لغاية دفرة وطنطة ثم بعد كده انا اخش من عندي دفرة حر واوصل اخش كوم حمادة حر واوصل لغاية اسكندرية الزراعي حر بمعنى ايه؟ يعني فاني مفيش تقطعات مفيش تقطعات؟ هايوي هايوي تلات حارات حر وحارتين اتنين خدمة تمام يمين طب لما انا اوصل اعمل ده انا دفعت فلوس طب انا استفدت ايه؟ لما تبص على التأسيم هتلاقي فيه محافظات اتقفلت جوه نعم زي الغربية زي المنوفية لها افواد النترون البحيرة لها ايه افواد يقليمت الشمال انا عايز فاني باخد الناس دي من الدلتا لان الدلتا بقت الملكيات فيها ارات وارات ونص وهي اللي فيها 7-8 انفار على ارات وارات ونص نعم الناس ده فاني لو لقى الطريق تملي الطريق يشجع انا حركب طريق هركب مقرباص هركب اي وسيلة جاري يكون هناك بنفتح الطرق دي فاني بليها الناس ده تروح هناك فاني سواء مستثمرين او سواء العاملين بيروحوا انا عايز اوديهم يمت المحافظة الجديدة العلمين ومحافظة الوحات نعم انا فتح لهم طرق عالم ستدك لما تفتح لماية محبوسة ثم جاي فتح لها طريق تجري الميا نفس الكلام انت عندك عمالة في الدلتا كسيفة جدا عندك خناءات على ملكيات صغيرة جدا بالعكس ده بدأ يبنوا عليها كمان وبدأ الدولة تتخانق معهم زيل اللي بيوني عطار الزراعية طب ما احنا عملين احنا بنتخانق عراية عادل الامام سايبين القوات كلها وقعدين فوضة واحدة يعني ما حاسبين الارض دي كلها عندنا مسحبش احنا عايشين على سبعة في المية يا حوالي سبعة في المية هذا الكلام منطقي لا مش دي تنمية لازم نافتح مسارب الناس تجري منها وتتشجع وتروح لك يعني عايزين نخرجكم يجرم ويبقى في مدينة مليونية في العالمين ومدينة مليونية في الوحاة اراضي حلوة جدا كبيرة جدا وانت بتعمل مدينة مليونية وكلام فيها تلاتة مليون في العالمين والسيد رئيس الوزراء رايح يدشن مشروع السحي ده هيوصل لربعة وثلاثين مليون ساعة ألفين واربعين اه بالزبط كده طيب كويس قوي هنعمل له طرق ايه اللي حتكفيه نعندنا طريق واد النترون العالمين وده طريق بقى مهشم ومكسر وحالته كبيرة لا الآن انا كنت ناكل الضوالي فات لسه رجع يعني طول ما انتماشي الشمال ده ربنا يقينا شره اتنين اتعمل عليه ضريبة جديدة بقى خمسة جنيه بتتدفع للجيش بعد ما كان فيه بوابة احنا مش موطردين على فكرة هي معمولة بطريقة بشكل عشوائي في حين ان انا ممكن ادفعها وانا رجع من البوابة او انا خارج من البوابة وممكن ادفعها وانا جاي من البوابة من العالمين او انا خارج من البوابة لا ناس قاعدة على كلاسي في الشارع موقفة طريق انا الحمد لله ما بروحش خميس وجمعة عندي هوى بس اللي بيروحه بيقولك بنقف بالساعتين والتلاتة علشان ندفع الخمسة جنيه دي واحنا على الساعة ده ندفع اكثر منها علشان طرقنا تبقى كويسة هو ان شاء الله دي بتتحل فعلا ودي محل اعتبار من زماننا في الشركة الوطنية وهم يعني بيعني حرصين عن المواطنين يكونوا مبسوطين واعتقدة في حل قريب جدا وساعة طريق كمان يا فندم عندنا ارضة قبل ما الناس تجي تبني حضرتك بتقول اللي فعلا دلوقتي بيتم حضرتك فيه تلات شركات دلوقتي موجودين تلات شركات يعني كل اقطاع 40 كيلو موجود عليه شركة احنا ان شاء الله خلال السنة الجاية هنوسع الطريق ده حرة زيادة وهنرغف على كفاقة الحرطين الموجودين هيبقى طريق رائع جدا جدا وعليه خدمات اكتر وان شاء الله يخلص برضو خمسة ده احد الطرق اللي يدخل فيه الخطة القامل في المشروع القامل للطرق ده غير الطريق اللي هيتعامل من اكتوبر للضبعة ده غير فن ده في الخمسطاشر طريق حضرتك دخلت على طريق بسرعة يعني اه التاني في الخمسطاشر طريق اي فن تمام منطقة على فكرة المنطقة دي فيه حاجة بقى الناس ما تعرفهاش فيه المنطقة دي فيها مناجم وفيها محاجر واعيدة جدا وشغالة فيه منطقة الحمام وكذا منطقة طبعا وهناك العلمين وهناك المقابر احنا مش بصين عشان برضو الناس ببنش لحب نامل طرق للاغنياء والسياحة فقط لا 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 بخلاف كده احنا فيه هنا مناجم ومحاجر وفيه خير ضخم جدا جدا احنا بنطور الطريق ده وبنقويه ده حرودك بتكلمني على طريق اللي جاي من اسكندرية واد النطرون العلمين وبنعمل فيه طريق حرل الشاحنات وده برضو خدماته ضعيفة جدا مع لهوش خدمات خدمة واحدة بس بخانه واحد بس فيه كده شوية استراحة صغيرة كده بالظبط لا احنا نحط فيه خدمات كتيرة جدا ان شاء الله من السنة دي ان شاء الله سنة دي يعني السنة جاية الناس هتشوف شكل مختلف وهو ضرور الإعلام بني رائبنا باستقرار احنا معاكم شغالين حضرتك احنا هنحط عليه خدمات هنضيف عليه أنوسعه هيبه فيه طريق شاحنات فيه حرل الشاحنات هيتوصل وهيبه فيه تكامل مع طريق مصر اسكندرية الصحراوي وطريق مصر الجاية الصحراوي حاليا بتعمل طريق شاحنات بيكمل لغاية اسكندرية وهيلحم مع الدولة الشاحنات برضو حضرتك هيبه فيه شبكة طرق للشاحنات وفيه مصر وإحنا حاليا بنكملها على سنتين حيث أن الشاحنا تمشي لوحدها مليهجة لعاء إيه عربية من لك زي البلاد اللي بجد الله أحسن بإذن الله إن شاء الله إحنا فنم بنعمل شبكة طول الشاحنات دي أوتوماتيك هترفع إيه شكل الخدمات اللي ممكن تتعمل على طريق أغلب الأراضي هناك وضع يد الناس حتى يدوم عليها إيه أغلب الخدمات اللي ممكن تتعمل على طريق زي فكرة فنم من هالعمل الطول الكبير ونقل البري إن إحنا نقول للدولة متشكرية إحنا مش عايزين نحصل كارتة خالص إحنا في غين عن الكارتة خالص وإحنا يمكن دي أنا كنت جاي لها في المحور الرابع بس أنا بروح واجي مع حضرتك في الأفكار يعني اللي هو الموارد بتاع الهيئة إحنا خطتنا أن احنا نخلي الموارد ذاتية ما نعتمدش على الموازن في الدولة إحنا شايفين موازن دولة يعني عليها إنهاك وإحنا حدثتك لو قعدت مع الدكتور أشرف عرب ممكن تبكي يعني يصعب عليك ممكن تطلع اللي في جيبك تحط للحكومة الحكومة بتدور على موارد فإحنا كهيئة إحنا بنطلق ثمن شركات وعدد من المشروعات الانتاجية على أساس إن احنا نجيب داخل للهيئة الداخل ده يورد ينمي ويدي موازنة جديدة للهيئة ما تعتمدش على الدولة في موازنتها من ضمن الشركات دي شركة بقى اللي هي بتنمي الطرق غير التنمية بتاعت الدولة الدولة بتعمل تنمية صناعية وزراعية ودي أنا بأخذ بقى تنمية على جنب الطريق على طول أحط خدمات أحط مناطي الوجستية أحط قدام المدن باركينج باركات مش بارك عربيات بارك زي أمريكا كده في ملاعب في كلام زي كده قدام كل مدينة وأنا ماشي إن أنا أجذب بعض خدمات أشغل فيها الشباب أشغل فيها فرص عمالة أجيب منها داخل أدخله الناس ممكن تبقى وهي راحة في الطريق تتفسح تلنزل أولادها تبسط تبسل تتغدى في مطعم حلو هناك ده اللي أنا بعمله لما أعرضنا الفكرة يمكن القيادة قالت إيه؟ قالت ياريتي بكل طريق شركة حلو ده ده إحنا أطلقنا الشركة إن شاء الله يعني بنأسس فيها حاليا اللي هي شركة استخدامات أراضي اللي هي العامة الطرق الكباري والإعلانات برضو ده يجب لنا إعلانات داخل جديد يعني إحنا حضرتك عمالين نفكر إن إحنا إزاي من غير الكارت إحنا إحنا نقرأ الكارت لا كارتة إيه بعد فكة جنب اللي حضرتك تتكلم فيه إحنا بالعكس بنقول المواطن متشكرين إنت بس هنديك على فكرة كل الطرق في العالم وفي دبي دلوقت لما بتنتقل من مكان إلى مكان مع مسافات بدون ما حد يوقف يقطع التذكرة في الجهاز الشحن اللي إنت بتعمله مجرد إنك بتعدي بيعد عليك بيسحب الفلوس وبتروح تشحن بتشحن بالموبايل حاليا مع أكاديمية النقل البحري ونشكر الدكتور إسماعيل غفار يعني لأنه هو بيعمل لنا مشواضة كخدمة منه يعني فنشكره إن إحنا بنحول الكارتات دي الميكانة حيث حالك وإنت ماشي وإنت ماشي ما تقفش خالص حاليا بندرس معها أول محطة لو نجحت وهتنجح بإذن الله هنطبق في مئة المحطات كلها أرجع تاني للسحل الشمالي نرجع بقى للسحل الشمالي الطريق الآخر حضرات دلوقتي لما نيجي نقول بقى إحنا بنقول بنفتح طرق للعمالة إنها تنتقل لأفاق جديدة أو محافظات جديدة تنمي فيها لأنه نحن نتجي لعمالها الطاقة البشرية أو الموارد البشرية دي الواحد ده كافية للتنمية بس يعني زي دول كتير ما عندهش بطرول ولا عندها حاجة عندها موارد بشرية بس زي الصين وزي اليابان يعني حضرتك إحنا منتقل بن البام الدلتا نطلع قدام شوية نروح ياما بالصيد بقى أنا في السحل الأول السحل عشان تبدأت لفواد النترون السحل اللي هنعطينا الطريقة بتالي شركات عليه بدئئين من 5-8 اللي هو منين لمنين من طاطع الصحراوي عند واد النترون حتى العلمين لا ده خلاص ده خلاص ده خلاص أنا بكلم على الطريق التاني الجديد من الخمستاشر اللي حيزل عند الضبع لا ممكن ده حضرتك ده مش بتاعي أنا بقى ده الجيش يتكلم عليه أنا حتكلم على الطرق بتاعت حال ما تعرفش يعني مش عندي حضرتك عندي بس أحب الجيش يتكلم هو يقول أحسن يعني يعني خلينا كل اللي حد يتكلم ده غير الطريق الأولاني ده اللي هو 134 كيلو بالزبط اللي حارتك بتكلمنا عنه الطريق التاني ده بتاع الجيش اللي بيشتغل في دلوقتي بتاع الجيش يغال فيه طريق طريق منخفض الأطارة ده طريق موازر الطريق الساحلي ده إن شاء الله بينمي الساحل بكامل وده اللي بيخدم على خطة تنمية الساحل الشحلي طبعا ده بيعمل نقلة بيحيي مرسى مطروح بيحيي منطقة راس الحكمة كل الساحل المنطقة دي كلها من نصف التاني ده من الساحل المنطقة دي لقى تاريخ قديم فكرة ديها في التانمية من أيام المهانس حسب الله الكافراوي ويمكن نساء الله عماد الألفي رئيس الهائي اللي هنساء قوات المسلاحة كان بيحييي اللي بقى حضرتك نتكلم عليه نطلع بقى وراء شوية كده نروح للسعيد السعيد المهمل والمظلوم يعني كويس امسك محافظات السعيد حضرتك من أول كده نقول الجيزة ثم الفيوم نقول الفيوم بقى المحافظات اللي هي يعني طاردة للعمالها الفيوم بنسويف قصيوت سوهاج من أكثر المحافظات طاردة للعمالها طبعا الأكثر فقرا والأكثر فقرا احنا حضرتك بنبص للجزء ده احنا فتحنا قدام منه احنا وصلنا لي أما التانية لغاية ما يوصل يمكن لو يدونا الخريطة زي ماهينا في الاعداد اه حتلاقى حضرتك احنا فتحنا قدام منه البحر الأحمر فوصلنا بالبحر الأحمر دي خريطة الفيوم يعني حضرتك عايز خريطة الفيوم وحضرتك بيوري دي ممكن المشروعات اللي ناكل بدأت في المنطقة دي حضرتك محتاج خريطة الفيوم أنا محتاج الطريقة الخريطة اللي هي عليها الخمستاشر طريق زي ماهينا في الخريطة الرئيسية ده رئيسية طيب حضرتك ان احنا بدئين من الفيوم ونازل نمشي مع بعض الفيوم حضرتك وصلنا الفيوم عملنا طريق جنوب الفيوم الوحات ففتحنا ممحوظة الوحات طريق بحيث العمالة تخش تطلع من فيوم تطلع على الوحات جينا قدام بني سويف بني سويف فتحنا طريقين طريق بني سويف الزعفرانة ده الجيش بيعمله وهي بني سويف برضه يخش يوصل برضه الوحات بني سويف الزعفرانة بني سويف الزعفرانة أيها ده طريق بيتعمل ده في الطرق بتاع بني سويف الزعفرانة في السخنة السخن على طول. اه. ماشي. حضرتك انا بقى جينا قدام شوية بدانة نقول. طيب. انا دلوقتي عايز اوصل برضو. اصيود اوصل للوحات. واوصل لمنطقة العالمين. عملنا طريق. اه زميلي في الاسكان بيعملوا اصيود الفرفرة. وانا بعمل الفرفرة عين دلة. عين دلة دي منطقة زراعة اه واعدة. ان شاء الله بازن الله دي بدأت بدأت وزارة الزراعة هي التنمية الزراعية تعلن عن اراضي في المنطقة دي. الاسبوع اللي فات. وتعلن عن وزارة الاسكان. تعلن عن وحدات سكنية. للراغبين في التنمية في المنطقة دي. كويس. احنا لسه بنعمل طريق. لسه بنعمل ممكن راحين ان شاء الله فيه مخطط زيارة. لسه متأكدتش ان احنا نروح آآ آآ نبص على الشركة اللي بدأت تشغل لناك في الفرفرة عين دلة. ويمكن قبل ما اخش الهوى آآ زميل من زميلي اللي هو رئيس المنطقة هناك. كان بيجاهز آآ وبيبص على الشركة هناك. دي الفرفرة عين دلة. آآ. ممكن زميلي المهندس حسن آآ حان فيه. توفه الله من ساعتين اتنين. هو رايح يبص على الشغل هناك. بقاء دعم لا. ويتطمن على الشركة. وعمل حدثة. آآ ده شهيد من شهداء العمل. مات في حدثة من ساعتين. آآ من ساعتين بلزبط. هو رايح الشغل دلوقتي. هو رايح. اه بالليل اه. توفه وهو رايح الشغل بالليل دلوقتي بالحتة دي. عشان يطمن على الشركة. خلص العزاء لأسرته لكل الزملاء في النهاية اه. بنعزي يعني بنعزي أسرته. يعني ده شهيد فعلا. آآ طبعا طبعا. ده مات وهو رايح يؤدي عمل يعني. انا متأثر وانا جاي والله يعني. اسمه ايه فقدم? المهندس حسن آآ رئيس المنطقة اتناشر. الله يرحمه. في الواد الجديد. الله يرحمه. يعني بتاعه اصيب يعني. ويا ربنا ان شاء الله. ربنا نجيه. بسلامة ان شاء الله. آآ حضرتك آآ آآ. حضرتك كنت بتكلمني آآ طريق اللي هيطلع من البانسويك. كنت بتكلمه طبعا عليها على الشركة دي اخبارها ايه وفجئة البرودة عليها المسعب بولي توفق الله رحمة الله. آآ آآ اللي انا عايز اقوله طبعا ده يشد من ازرنا اكتر وآآ احنا بنهدي العمل كله. هو اللي قدر وعمره والله يرحمه يعني مات آآ موت وهو راجل بيشتغل. ع Metallica يعني. ويجب ان يكرم يعني ويراعى. لا يكرم باذن الله. ه Ringsha Allah باذن الله. آآ آآ حضرتك آآ اللي انا بقوله. آآ التريق ده هيفتح آآ العمالة هيخدنا العمالة كسيفة وضخمة من منطقة آآ 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 السيوت اللي انه هيبقى السيوت الفرافراء. الفرافراء عين دلّة. بدالما أهلينا الصعدة بيطلعوا يسافروا الخليجي تشتغلوا. اobra. وبدأنا بيروحوا السكندرية والقيارة يدوروا على شغل هيطلعوا بقى على عين دالة على دالة عين دالة أراضي الزراعية ضخمة فددين حيشتغلوا مناطق عمرانية وهذا بيقول لك الحمد لله ده بقى التنمية الحقيقية إن أنا وانا وانا لسا بأعمل الطريق بنقول إيه التنمية الموجودة طلع بقى رئيس التنمية الزراعية الهيئة المياه الزراعية يعلن عن أراضي وطلع وزارة الإسكان تعلن عن وحدات سكنية كله هيشتغل سيد الرئيس نجح إن شغلنا دولة بنمشي مع بعض كلنا سيدك لا تخيل وإحنا عاديين في اجتماعات التنصيخ الأسبوعية كلنا مباسلين لكل الوزرات عاديين حباك بنتكلم عن أنتنة المحمول على الطريق الجديد اللي لسا ما تعملش عن كبل الاتصالات على الطريق بنتكلم على كل حاجة والإضاءة بالطاقة الشمسية والكهرباء بيتكلم الاتصالات بيتكلم الحكم المحلي بيتكلم الداخلية بتتكلم كلنا فن كل الصحة عادي معنا كل الوزرات قاعدة فن أول مرة أتفرج على الدولة بتتكلم نفس واحد هذا لم يكن موجودا وهذا سر الفشل الأديم والنجاح الجديد يا رب إن شاء الله بيتكلم اللي أنا شايفه كده فن إن شاء الله كلنا متفقلين جدا حضاءات بقى تنزل تحت شوية المانيا أنا واخد محافظة محافظة أنا ماشي المانيا المانيا إحنا ما وصلناها برأس غارب فبنعمل طريق المانيا رأس غارب نعم يبقى كده رايحين للبحر ثم هتلاقي حضاء دك المانيا برضو مربوطة اليام التانية ودخل على الوادي الجديد ودخل على الوحات ودخل على العلمين بتطرق كل ده طرق بتختصر مسافات طويلة يمين وشمال يا فن يعني حد أخد فن من الوادي الضيق في الدلتا وبنروح بيه مين على البحر الأحمر وبنروح بيه شمال على الواحات والعلمين والمحافظات لشكل مسرح يتغير يعني جغرافياً مسرح هتتغير جغرافياً احنا محتاجين كمان لازم بالتعليم يقعد عشان المناقع هتتغير احنا كنا فندم بنصف النقل واحنا بندرس على شبكة الطرق القومية اللي هي العشرين خمسين اللي هي الفين وخمسين ونقع بقى نكتل خطب بالقلم كده ونقول ايه يا سلام لو ده تعمل يا سلام لو طريقة ده تعمل فجأة لنا طريقة طرق بتتعمل يا دي بقى الكلام الجديد نعم فجأة لنا الدولة كلها بتتكلم كلام واحد أنا لما بتكلم لو قلت عندي أنا ده تحلق فرضنا فرضاً جداً لاندلات أنا قلت أنا عندي مشكلة في الطريق فلاني بالطرق دي بتلاقي أنا على لغاية مستوى وزير بيكلمني ايوة مشان اللي بكلمه نعم يعني النهاردة حضرتك هي دي اذا كان مستوى رئيس جمهورية حتى حضرتك تقولي وزير كلنا بنكلم بعض فهم كلنا شايفين بعض كويس ده جديد كله بيشتغل ده شيء رائع ده شيء ده حتسمحنا اطلع الفصل الأخير فتر ونرجع نكمل بقية الطرق نلتقي بعض الفصل اشتركوا في القناة